إلى البرصة المصرية مشاهدين التي أنهت التعاملات على ارتفاع جمعي للمؤشرات مدعومة بمشتريات للمستثمرين الأجانب بينما اتجهت التعاملات المستثمرين المصرين والعرب للبيع هذا وقد سجل رأس المال السوقي مستوى 708.3 مليار جنيه ذلك وسط تداولات بلغت نحو 3.9 مليار جنيه على صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة بلغت 2.31 في المئة ليغلق عند مستوى 10.973 نقطة فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة بلغت 1.60 في المئة ليغلق عند مستوى 1924 نقطة فيما صعيد المؤشر EGX100 بنسبة بلغت 1.61 في المئة ليغلق عند مستوى 2894 نقطة